أسعد الله مساءكم جميعا شكرا لجمعية وعد شكرا لأخ عبدالله الحدال على ما تقدم به في التقديم وأشير إذا كان لابد من تقديم لهذه الندوة أشير إلى أنه في الوقت الذي يتطلع في شعب البحري إلى حل يخرج البحري من أزمتها السياسية والدستورية وإلى تحول لمخاطي حقيقي تسود فيه الحرياء وحقوق الإنسان وتسود فيه حق المشاركة بالشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بوجود نظام انتخابي عادل ونزيل وفي الوقت الذي تعجز فيه السلطة التشريعية عن إقرار تشريعات مر على وجودها زمن طويل تعزز من الحقوق والحريات العامة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني وتعجز عن مناقشة ومعالجة ما تزخر به تقارير ديروان الرقابة المالية والإدارية من فساد وإهدار للمال العام أقرت هذه السلطة على عجل مجموعة من القوانين التي هي في الأصل ناقصة ومقيدة للحريات ومن أبرز هذه القوانين الذي تم تعديلها هو المرسوم هو القانون رقم 26 لسنة 2015 بشأن الجمعيات السياسية بما اجتمل إلي من إضافة على المادة 16 من هذا القانون بسريان أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية السياسية الذي يتم اختيارهم بالانتخاب لتزيد هذه التعديلات فوق القيود التي نص عليها قيود جديدة على العمل السياسي وهو موضوع هذه الأدوان قد نتفهم أو نقبل أن تضيف التعديلات الجديدة على قانون الجمعيات السياسية في شروط التأسيس بعد مستخدام المنبر الديني أو في القواعد التي يجب أن يجتمل عليها النظام الأساسي بعد مستخدام الشعار الديني رغم إنها جاءت عامة دون تعريخ قاطع غير إن الذي لا يمكن أن نتفهمه أو نقبل به ما نصد عليه المادة 16 من القانون سواء كانت في الأصل أو في ما إجرته التعديلات الجديدة على هذه المادة شنو نصت في الأصل تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام إلى آخر ما جاء في المادة وأضافت التعديلات الجديدة وتسري أحكام القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذنب المالية على قيالات الجمعية ولمناقشة هذه المادة في الأصل وفي التعديل ولبيان أوجه الاعتراض على ما نصت عليه نشير إلى ما يريد أولاً أموال الجمعية السياسية لا تعد من الأموال العامة إذا كانت المادة أثنين من قانون الجمعية السياسية نصت على أن الجمعية السياسية تعمل بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة بقصد المشاركة في الحياة السياسية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشعون السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإنها بالقطع واليقين لا يمكن اعتبار أموال هذه الجمعية في حكم المال العامة فهي ليست عقاراً أو منقولاً مملوكاً للدولة وهي ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تملك هذه الأموال وتكون مخصصة للنفع العام بدلالة نص المادة 26 ألف من القانون المدني التي عرفت المال العامة الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمغتضى قانون أو مرسوم أو قرار وهذا يعني أن المال العام هو كل شيء تملكه الدولة من عقار ومنقول أو أي شخص اعتباري عام يكون مخصصاً للنفع العام إذ يشترط في المال العام شرطان الأول أن يكون مملوكاً للدولة أو أي شخص اعتباري عام وبالطبع الجمعيات السياسية ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة ومن ثم يكون قانون الجمعيات على خطأ وقع فيه حين اعتبر مال الجمعية السياسية في حكم المال العام كونه يتعارض ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه المادة 26 من القانون المدني اثنين قيادات الجمعيات السياسية ليست من الفئات الخاضعة لقانون الدم المالية استعرض زميل الأستاذ سامي من هم الفئات وبقراءة هذه الفئات يتبين أنه ليس هناك من الجمعيات السياسية أو من مؤسسات المجتمع المدني ما يخضع لقانون الدم المالية وبين ماري بكر وبين كيف الحالات اللي شملتهم المالية يتضح لنا من استعراض ما أشار له الزميل سامي من قراءة للقانون ما يليل إن قيادة الجمعيات السياسية ليست من هذه الفئات التي ينطبق عليها قانون الدم المالية ومن ثم يكون النص المعدل بخضوع القيادات لقانون الدم المالية قد خالف هذا القانون أي قانون الدم المالية نفسه إن الهدف من أحكام قانون الدم المالية هو حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصوت كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسر غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة وواقع الحال يشير إلى إن مال الجمعية السياسية ليس مالاً عاماً وهي ليست جهازاً من أجهزة الدولة وقيادات الجمعية السياسية ليسوا من موظفي الدولة ولا يشغلون وظيفة عامة بحكم وجودهم في الجمعية يمكن يكون موظف عام لكن بحكم أنه ولا يتصور وهم في قيادة الجمعية أن يكون لديهم كسباً مشروع أو غير مشروع النسريان قانون الدم المالية ثلاثة النسريان قانون الدم المالية على قيادة الجمعية فيه خالق ما بين الجمعية كشخصية اعتبارية وبين أعضاء الجمعية بصفاتهم الشخصية فمن المعروف أنه مجرد تأسيس الجمعية السياسية تكتسب الشخصية الاعتبارية طبقاً لنص المالة 11 من قانون الجمعيات السياسية وبالتالي وفقاً لهذه النص الجمعية السياسية تكتسب صفة قانونية مستقلة عن الصفات الشخصية للأعضاء بما فيهم القيادة وبالتالي تكون الدم المالية الشخصية للأعضاء والقيادة منفصلة عن دمة الجمعية المالية وما تحاسب عليه الجمعية السياسية هو فقط ما يصدر منها من تقارير مالية طبقا لنص المادة 15 من قانون الجمعيات اللي هو يجب على الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من الموازنة السنوية وحسابها الختامي فرعا عن ذلك فإن نص المادة المذكور أعطى ديوان الرطابة المالية بصفة دورية أو بداء على طلب وزير العدل مراجعة دفاتر ومستندات وحسابات ومصروقات الجمعية أربعة إن رأينا المشارع إليه طبعا يتفق مع مفهوم الفساد والنطاق الذي عرفته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في 31 أكتوبر 2003 والتي صادقت عليها البحري بموجب القانون رقم 7 بتحفظ طبعا على المادة 2 المتعلقة بالتحسين أغراض هذه الاتفاقية هي ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع مكافحة الفساد ولتحقيق هذا الغراب نصت على تعريف للموظف العمومي على إنه أي شخص يشغل مرصبا تشريعيا أو تنفيديا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف الاتفاقية سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص هذا تعريف اتفاقية للموظف العمومي ولا يشمل الاتفاقية لا تشمل المؤسسات المجتمع المدني شملت مؤسسات المجتمع في الخاتمة سأشير إليه في شنو شملت؟ السؤال المهم ما مدى دستورية المادة 16 اللي هو خضوع قيادة الجمعيات السياسية المنتخبة لقانون الذنب المالية هذا الخضوع لا يخالف قانون الكشف عن الذنب المالية أو أحكام القانون المدني أو اتفاقية الأموم المتحدة لمكافحة الفساد فقط بل يخالف أحكام الدستور إذ يعتدي على الحق في تكوين الجمعيات التي كفلها الدستور على أسس وطنية والأهداف المشروعة وبوسائل سلمية وذلك للأسباب التالية أولا أن من المقرر أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات التي كفلت في المادة 27 من الدستور هو فرع من حرية الاجتماع وأن هذا الحق يتعين أن يكون تصرفا إراديا حرا لا تتداخل فيها الجهة الإدارية بل يستقل عنها ومن ثم تكون هذه الحرية قاعدة أولية لها قيمة دستورية لتكفلوا لكل ذي شأن حق الانضمام إلى الجمعية التي يرى أنه أقدر على التعبير عن مصالحه وأهدافه وفي انتقاء واحدة أو أكثر من هذه الجمعيات إذا تعددت ليكون عضوا فيها وما هذا الحق إلا هو جزء لا يتجزأ من حريته الشخصية التي أعلن الدستور قدرها وكفلها بنص المادة 19 التي تقضي على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون أي جبصونها وعدم المساس بها ثانيا أن الحق في تكوين الجمعيات سواء كان الغرض منه سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو غير ذلك لا يعدو أن يكون عملا اختياريا يرمي بالوسائل السلمية إلى تكوين إطار يعبر المواطنون من خلاله عن مواقفهم وتوجهاتهم ومن ثم فإن حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعوير مكونا لأحدى عناصر الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التي يتطلبها الدستور ومن ثم صار لزاما امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفقا للقانون ثالثا المواثيق الدولية اهتمت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات من ذلك نص المادة عشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بنص الفقرة الثانية من المادة عشرين التي حضرت بضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل لذابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي من جميع ما تقدم يتبين أن حق المواطنين في تأليف الجمعيات مهما كان الغرض الذي أنشئت من أجله وما يرافقه من حقوق وحريات عامة أخرى أبرزها حرية الاجتماع وحرية التعبير هي جميعها أصول دستورية ثابتة يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها ومتداخلة مع بعضها البعض لتألف نسيج متكامل يحتل مكانا في الدستور ومن ثم يكون نص المادة ستة عشر من قانون الجمعيات خالف هذه الأصول الدستورية الثابتة سواء كان في الأصر أو في التعدل ويكون فضلاً عن تعارضه مع تعريف القانون المدني للمال عام وقانون الكشف عن الذنب المالية ومخالفة الشروط التي نس عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومن المادة 22 بشان القيود ويتعارض مع الغرض من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويخلط ما بين الجمعية كشخصية اعتبارية والأعضاء بصفتهم الشخصية فأن هذا النص بالإضافة لكل هذا يعد تدخلاً في شؤون الجمعيات السياسية وفي الشؤون الشخصية للأعضاء الذي يمتد إلى أزواجهم والأطفال القصة وينان من حرية تكوين الجمعيات وما يستلزم هذه الحرية من حريات أخرى التي أشرنا إليها سلفاً ويعتدي على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور وهو بذلك يكون قد نال من جوهر الحق في تكوين الجمعيات بالمخالفة لنص المادة 31 لا يجوز أن ينال تنظيم الحقوق والحريات من جوهر الحق أو الحرية في الأقوبات أشار له زميلي بستاذ سامي لكن ودي أن أشير إلى نقطة مهمة ما تابعتم في الصحافة إن الجمعيات تلقت خطابات أو كشوفات عن الذمة المالية من وزارة العدل أنا في الحقيقة ما شيء ما قلعت عليها وأن مسؤول مكتب الجمعيات السياسية بالوزارة لو وحى بأن الجمعيات السياسية إذا متنعت فللوزير أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوة يقيمها بإيقاع نشاط الجمعية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشفر كما يجوز للوزير كما قال مسؤول مكتب شؤون الجمعيات ويجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة بناء على دعوة للحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لأحكام دستور المملكة وهذه القانون وأول قانون آخر ولكم أن تشاءوا شمو هذه المخالفات الجسيمة والحقيقة هي أن وزارة العدل ليس هي الجهة التي تطلب أو تتلقى كشوفات أو إقرارات الكشف عن الذنب المالية بل هي هيئة فحص إقرارات الذنب المالية التي تتبع المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة أربعة من قانون الكشف عن الذنب المالية والتي نصت على وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذنب المالية وفحصها والتحقيق الشكاوة المتعلقة بها وعليه إن كان طلب وزارة العدل قد تضمن ضرورة تقديم إقرارات الذنب المالية من قيادات الجمعيات السياسية فأنه طلب باطل مخالف لقانون الكشف عن الذنب المالية ويعد كأن لم يكن ولا يسر عليه ميعادة ستين يوما ولا يجوز إفشاء أسراغ الذنب المالية لوزارة العدل لأن نص المادة السابعة من قانون الذنب المالية يقول تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذه القانون والميانات والمعلومات المتعلقة بالدم المالية من الأسرار العقوبات تحدث عنها ما أريد أطول فيها في حكم محكمة دستورية طعن مجلس الشورى طعن فيه لأن محكمة دستورية رفضت الطعن فيه أسباب كثيرة ما أريد أطول لكن إذا فيه خاتمة لما تفضلت به ليس مكان الجمعيات أيًا كان نشاطها هو الكشف عن ذنبتها المالية أو ذنبت الأعضاء الذين ينتمون إليها بل مكانها هي محاربة الفساد والمفسدين وهو من أهم ما تطالب به الجمعيات السياقية ويكاد لا يخلو برنامج سياسي لجمعية سياسية من هذا المطلب فبدلا من أن ينص قانون الجمعيات السياسية على تشجيع الجمعيات السياسية على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته حشرها حشراً وقسراً ضمن الفئات التي يشملها قانون الكشف عن الذنب ويأتي هذا بالمخالفة لنص المادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد شو تقول هذه المادة؟ تقول تتخذ كل دولة طرف كدابير مناسبة ضمن حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلين لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام مثل المجتمع الأهل والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحالة المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطأ شكراً لكم وشكراً لحسن استماعاتكم شكراً لكم